نيجي بقى لتأثيرات أو الكلام الرسمي من المسؤولين ومن المختصين بالنسبة لموضوع صفقة رأس الحكمة فالحقيقة كانت قال إن هناك قفزة جديدة في سندات مصر السيادية الدولارية بعد اتفاق رأس الحكمة ومحللون قالوا إن الصفقة تمهد لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيما يعني أنت النهاردة مثلا لما كنت بتتكلم عن إنه هيكون فيه تعوين طب التعويم ده هيوديك لفين؟ لأن الناس قالت لك آه ده هم هيعوموا هيقربوا لسعر الدولار اللي في السوداء له 60 جنيه اللي هو صعب جدا يبقى حاجة زي كده فالحقيقة في حصل ارتفاع كبير طبعا في السندات بعد ما وقعت مصر اتفاق استثمارات مع الإمارات بيجلب الاتفاق ده هيجلب 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين بيانات تريد ويب بتقول أنه سندات المقومة بالدولار التي تستحق 25 حققت أكبر المكاسب بعد الإعلان طبعا عن هذه الصفقة إذ ارتفعت بقيمة 2.8 من 10 سنت وجرى تدولها عند نحو 74.3 من 10 سنت وهو أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام وبالتالي طبعا يعتبر برضو ده مؤشر لأنه فيه تحسن وفيه تأثير على هذا الأمر ومحللين برضو زي ما قلنا كانوا بيتحدثوا أن التدفقات الداخلة من استثمار رأس الحكمة بالتأكيد أتغير أوضاع كتيرة من الأوضاع الاقتصادية زي ما قلنا وهتساعد فيه سد فجوة التمويل الخارجي بالنسبة لمصر على المدى القريب وكمان حتى فيه ناس قالوا أنه ممكن ما تحتاجش مصر أنها تزود قرد الصندوق تبهي الطريق لخفض قيمة العملة بشكل أكثر تنظيما اللي هو طيب هو دلوقتي وتحفز تمويل صندوق النقد الدولي خبير الاقتصاد هاني جنينة أيضا كان بيتوقع تحرير سعر الصرف خلال أيام أو أسابيع قليلة أنا قلتلكو قبل كده واللي امتبعني عارف الجملة دي قلتلكو لا يمكن يكون فيه تحرير لسعر الصرف وانت ما عندكش دولار في البنوك وسايب الدولار في السودة هي اللي بتتحكم في الأسعار فالحيهاني جنينة قال إنه الدولار هيكون بين 45 أو 50 جنيه بس إمتا لما يا جماعة تدخل الدولارات اللي هي اتكلمنا عنها اللي هي اتكلمنا عنها بالنسبة للصفقة دي صفقة رأس الحكمة فكده نقدر نقول إنه تحرير سعر الصرف ممكن يكون جاي مع فكرة إنه زي ما أقول لكم كده أول ما تدخل الدولارات زي ما نجيب سويري سألك السعر الدولار يا جماعة وانخفاضه مش هيعتمد بس على كلام هيعتمد على إنه فعلا يبتدي يحصل الدخ لكمية الدولارات اللي اتكلمنا عنها لكن قبل ما يحصل هذا الدخ محدش يقدر يتكلم لأن لا على السعر السودة نستقر مثلا زي ما احنا عرضنا من شوية على 50 جنيه في النهاردة ولا إنه هينزل تاني وفكرة برضو 45 ل50 جنيه بالنسبة للسعر في البنوك البنوك دلوقتي ما بين 30 و 31 فطبعا كل ده برضو هنشوفه دي كلها يعني توقعات لمختصين برضو يعني زي هاني جنينا من الناس الحقيقة اللي كلامه بيبقى برضو موزون لكن هننتظر برضو الكلام هننتظر الأمور اللي تحصل في أرض الواقع لجنة الخطة والموازنة بتقول إن برضو بعد الحساب بفخر الفئي برضو رئيس لجنة الخطة والموازنة بيتوقع أن يتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الأجل المتوسط حتى منتصف 20-25 ما بين 35 لـ 40 جنيه وتابع خلال تصريحات تلفزيونية إن القيمة اللي بيستحقها الدولار مقابل الجنيه لكن على الأجل القصير قد يكون أعلى بالنسبة قد يصل لـ 45 أو أكثر يعني كده اتفق اتنين من القبراء الاقتصاديين على موضوع إنه ممكن يكون 45 أو 50 جنيه بتايا لـ 45 علشان برضو ما تبقاش القفزة كبيرة لسه برضو والسوق السودة مش هنودعها غير لما فعلا يدخل الدولارات بشكل واقعي أو نقدر نقول إن الدولارات بالفعل تدخل مصر هيكون هنا إن شاء الله بسبب مشروع رأس الحكمة هيبقى هنلاقي إنه الدولة بصدد القضاء تماما على السوق الموازية وتحرير توحيد سعر الصرف وده هيكون خلال الزميع المقبلة ليه لما تدخل أول دفعة من هذا الاتفاق اللي هو طبعا 35 مليار دولار ولكن اللي تقال إنه تقريبا 10 مليار هتدخل في أول 10 أيام على ما أتذكر يعني البنود اللي احنا عرضناها لحضراتكم الحلقة اللي فاتت برضو تقال إن دي رسالة رأس الحكمة رسالة ثقة للمجتمع الدولي تؤكد قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة وضبط سعر السوق الصرف وسوق اللقد الأجنبي على فكرة الصفقة نفسها 35 لكن تقال برضو إنه بالنسبة للإستثمار ده ممكن يجذب أموال 150 مليار دولار على اعتباره فيه مستثمرين تاني ممكن يجوا يستثمروا واللي هيجي يشتريوا الكلام ده كله فده برضو هيدخ في مصر إن الأرض بوجودة في مصر طبعا زي ما كان نجيب سويوريس قال لك محدش واخد الأرض وماشي بيها وبردو حاجة تانية اللي انخفضت مع الإعلان عن هذه الصفقة الكبيرة هو موضوع سعر الدهب وفيه توقعات إنه يوصل سعر الدهب ل2700 جنيه عفوا وصفي وصف مستشار شعبة الدهب بالتحاد الصناعات كان علق على هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة وقال طبعا إنه ده دلوقتي سعر الدهب في البورصات العالمية سابت لكن عند التقييم بيرتبط بسعر الدولار وسيتكون هناك انخفاضات أخرى في الدهب وأتوقع أن يصل جرام 21 إلى 2700 جنيه وبالفعل على فكرة اليومين اللي فاتوا دي حصل انخفاض في أسعار الدهب صفقة رأس الحكمة زلزلت أيضا سوق الحديد 14 ألف جنيه تراجع في سعر الطن يعني بدلا من سعر طن الحديد بدل ما كان بـ 48 ألف نزل 14 ألف يعني انخفاض بقي بـ 62 ألف جنيه برضو كمان كان فيه بيتحدثوا برضو عن مشروع كمان جديد أو عن استثمار في منطقة جديدة اسمها رأس جميلة وده كان العرض الموضوع ده كان أحمد موسى وقال أنه في الفترة المقبلة هيكون فيه استفاق شراكة أيضا زي ما حصل مع الإمارات على رأس الحكمة هيحصل مع السعودية على منطقة اسمها رأس جميلة على البحر الأحمر وبيقول أن المنطقة دي بكر وجميلة جدا وهي عشان كده سموها رأس جميلة رأس جميلة تقع في مدينة شرم الشيخ السياحية وتطل على منطقة تيران ويوجد بها ثاني أطول شاطئ في المنطقة بعد خليج نعمة وأن المنطقة دي ممتازة جدا وقادمة في مجال الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ونقدر نقول أن المنافسة أصبحت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وأن منطقة رأس الحكمة سوف يكون بها جزء سياحي كبير وهام لجذب السياحة الداخلية والخارجية وقد لاتة كل أهمية عن مدينة شرم الشيخ يعني هيبقى فيه استثمار رأس الحكمة عند البحر المتوسط ورأس جميلة عند البحر الأحمر وبكده فعلا يكون ده كلها أمور تجذب إن شاء الله السياحة والمزيد من الاستثمارات برضو كان فيه كلام بالنسبة لإنشاء مدينة الزهب وتقدر بمئة مليون دولار تحرك عاجل لإنشاء مدينة الزهب بعد إعلان مشروع رأس الحكمة وده تصريحات كان قالها النائب جمال عيد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب تقدم بطلب إحاطة لمستشار الدكتور حنفي جبلي رئيس مجلس النواب بشأن الاستفسار عن التطورات الخاصة بإنشاء مدينة الزهب بقناة السويس والتي قد أعلن عنها طبعا بالنسبة لأعلن عنها في شهر سبتمبر 2021 إلى أنه لم يتخذ قرارات فعلية للانتهاء منها حتى هذه اللحظة وإنشاء مدينة الزهب التعدينية العالمية في منطقة قناة السويس تضم في مرحلتها الأولى 500 ورشة ومصنع صغير ومصفال الدهب وأكاديمية للتدريب على كل الصناعات المرتبطة بالزهب والمعادن الأخرى من المقرر أن تلقى ردودا ده اللي قاله برضو النائب وعضو مجلس النواب أنه هيكون فيه تلقي ردود من الوزارة حول هذا المشروع موعد وقالية تنفيذ خلال تنفيذه خلال الفترة المقبلة فضلا عن أن البنك الدولي قام بعمل دراسة لإنشاء مصفات الدهب والتي تقدر بمائة مليون دولار من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انفراجة كبيرة وخاصة بعد الانتهاء من الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وزي ما قلنا لحضراتكم الكل بيتحدث عن إمتى هيتم تراجع الدولار وكمان إحنا دلوقتي زي ما قلنا برضو ناس كتيرة بتتكلم عن الكلام ده كل دي كلام جميل وكلام اقتصادي حلوة قوي وحاجات مبشرة جدا اقتصاد المصري لكن المواطن عشان يشعر بهذا الأمر زي ما الأسعار وصلت لأسعار فلكية كده وأسعار كبيرة جدا في كل السلع المواطن منتظر خفض أسعار السلع الأساسية والحقيقة برضو أنه تقال أنه الوقت ده مش هتنعكس الأمور دي كلها والاستثمارات دي كلها ودخول الدولار لسه كل ده هناخد وقت شوية وقال لك يعني دلوقتي الدولة بتبزل قصارة جهدها لتوفير الأسعار بالسلع عفوا بأسعار مناسبة المواطنين وخصوصا قبل شهر رمضان لكن انعكاس السيولة الدولارية وأنه إسعار السلع الغذائية في الأسواق ده مش هيحصل غير بعد خمسين يوم موضحا أن الأسعار ستتراجع في حالة الخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج اللي بيتم استرادها بالدولار معلش نعرفة طبعا الناس هتقولك آه ما هم شطرين أول ما بتدي سعر الدولار يرتفع في السوق السوداء وصل 72 جنيه كانت طبعا الأسعار كلها ارتفعت إيه في غمضة عين لكن عشان الأسعار تنزل تاني لازم ناخد وقت في بعض الناس طبعا كانت قلت شهور شوية لكن هنا يعني بيتقال خمسين يوم فمعلش يا جماعة ولكن فعلا فرصة دلوقتي أنه لقينا وزير التموين برضو علي المسلح بيتوقع انخفاض أسعار الزيوت في السوق المحلية بمقدار انخفاض سعر الدولار وفي نفس الوقت برضو فضلا عن تراجع فطورة استيراد القمح اللي بيلبي مصف احتياجات البلاد كمان لقينا أنه في برضو كان الفترة اللي فاتت بالنسبة لارتفاع الأسعار بسمينها over price فموزعون وتجار سيارات يتوقفون عن البيع لحين استقرار السوق هو بصراحة أنه محدش طبعا هيشتري حاجة بالوقتي لأنه كله منتظر أن الأسعار تقل حتى في أجهزة كهربائية في أمور كتيرة جدا الكل مستني موضوع التخفيضات وكان برضو بيتقال أنه برضو اتكلمنا عن واحد وثلاثة من عشر مليار دولار قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف بالمواني المصر في مصر وتم الإفراج عن هذا المبلغ عشان يقدروا يدخلوا كل هذه السلع وده كان إعلان من مجلس الوزراء بأنه إجمالي القيمة دي واحد وثلاثة من عشر هناك خطة الإفراج التدريجي عن كل هذه السلع من خلال توفير النقد الأجنبي وجه رئيس مجلس الوزراء أيضا مصطفى مدبولي أنه هيتم حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك بهدف العمل خلال فترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها يعني يا جماعة باختصار إن شاء الله يا رب المواطن المصري هيشعر بموضوع صفقة الصفقة الضخمة بالنسبة لرأس الحكمة وإن شاء الله بعدها رأس جميلة وكل ده بإذن الله هينعقص على استقرار سعر الدولار وما يبقاش فيه إحنا زمان على فكرة ما كانش فيه قبل ما تبتدي الطبعة الرهيبة دي ما كانش فيه سوق موازية وكان الدولار كله في أي مكان بتروح استرافة زي البنك وبتلاقص الدولار كله طبعا ده كان أيام ما كان بـ 15 و 18 جنيه بنأمل إنه يكون فيه فعلا سعر معقول والناس تلاقي الدولار سواء في البنك أو في خارج البنك فأسواك في استرافة المحترمة طبعا بنفس السعر وينعكس أيضا هذا الأمر على كل الأسعار اللي ارتفعت بشكل مبالغ فيه